موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة سنسلط الضوء على أبرز ما تناولته الصحافة اليمنية والعربية من تطورات في الأوضاع اليمنية نبدأ جولتنا من الصحافة اليمنية من موقع الموقع نقرأ في صفحة الرئيسية تعز الميليشيا ترتكب 45 خرقا للهدنة وتدفع بتعزيزات عسكرية للوازعية أما في الشان السياسية المبعوثة الأممي مباحثات الكويت بداية لمشاورات قد تمتد طويلا وإلى وسط البلاد عصابة مسلحة تختطف طفلا من وسط مدينة إب التي تعيش فوضى وانفلات أمني غير مسبوق ومن العناوين إلى تفاصيل خبر خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة في عدن يقول الموقع تسبب عطل فني بأحدى المحاولات الضخمة بمحطة الحسوى الكهروحرارية بعدن إلى خروج كامل للمنظومة الكهربائية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن كل مديريات العاصمة المؤقتة عدن وأفاد مصدر مسؤول بكهرباء عدن للموقع أن خللا فنيا بأحد محاولات محطة الحسوى أدى لخروجها عن الخدمة ما تسبب بخروج 27 ميجا من أصل 150 ميجا من الخدمة وذكر المصدر أن خروج محطة الحسوى أدى إلى زيادة الإحمال ببقية المحطات ما جعلها هي الأخرى تخرج عن الخدمة في كل مديريات عدن وأكد المصدر أن الفرق الهندسية ما تزال تحاول إصلاح المنظومة من خلال عمل صيانة أولية للمحاول مشيرا إلى أن المحاول الذي أخرج المنظومة عن الخدمة بحاجة إلى استبدال إلا أن إمكانيات مؤسسة الكهرباء في عدن محدودة ننتقل إلى موقع المصدر أولاين والذي ركز على العديد من الأخبار والعناوين معارك في نهم بعد إعلان الهدنة والحوثيون يحشدون أنصارهم في بني حشيش وإلى تطورات السياسية بندغريل تقل مبعوث الأممي إلى اليمن بعد ساعات من انطلاق الهدنة أما إلى جنوب البلاد مسلحون يقتلون ضابطا متقاعد وينهبون حافلته في مدينة عدن وتناول الموقع تفاصيل اغتيال العميد نصر الربية في كمين مسلح يقول الموقع في تفاصيل هذا الخبر قال مصدر في أسرة العقيد الربية للمصدر أولاين أن عائلته لا تستطيع حتى الآن اتهام جهة بعينها باغتيال العقيد نصر الربية وشرح المصدر تفاصيل اغتيال العقيد موضحا أن سيارة قل مسلحين اعترضت سيارة العقيد الربية في منطقة تقع بين عتق والعبر بشبوى وأطلقت النار بكثافة ما أدى لمقتل الربية وعدد من رفاقه وأضف أنه كان قادما من عدن بالتجاه مأرب وأن أسرته تقوم حاليا بجمع المعلومات من جرح كانوا مرافقين للعقيد وقبائل في شبوى وتابع الموقع العقيد نصر الربية يعد أحد أهم قادة المقاومة بمحافظة الضالع وقاد عملية تحرير معسكر الصدرين من ميليشيا الحوثي وصالح قبل شهور دعوة للتفاؤل تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقالا نشره موقع المصدر أونلاين ويقول الكاتب شهدت الساحة السياسية اليمنية عديد المحطات التوافقية الحكيمة والتي أفضت في المحصلة إلى الانتقال من حالة التحارب العدمي إلى فضاء التعايش الجبري المنطقي ونحن اليوم بصدد المحطة التوافقية الكويتية التي تستدعي ضمنا وأسانسا استرجاع المحطات السابقة حتى يتسن لنا معرفة الكيمياء اليمنية الضابطة لمعنى التنازلات الشجاعة والتوافقات الحكيمة فهذا الخيار كان وسيظل خيار الضرورة الموضوعية وما عداه استمرار استحالي لمنطق الاجتثاث والمصادرة وهو المنطق الذي قد يسير على قدمين واهنتين ولكنه لن يستمر في مدى الزمان والمكان كما يتضح من تواريخ الحروب ومفارقاتها المميتة عند محطة الكويت المعبرة عن الإجماع العربي الخليجي وعن كامل المرجعيات التي ارتضاها الجميع علنا وفي المقدمة منها المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومات لهما من قرار أممي مجير على البند السابع وهو القرار 22-16 في كل هذه المرجعيات ترجح كفة الميزان الرافض للانقلاب وتنحدر العقلية الميليشاوية المغامرة وتخبو المكايدات السياسية القاتلة والقادمة من تضاريس النظام القديم الذي أوقع اليمن وأهله في محنة دونها النزيف اليومي للبلاد والعباد بتلك المقدمات الراسخة سيذهب المتحابرون إلى الكويت وفي هذا الحوار ستنصب الخيارات العقلة السابقة تلك التي حدت بالملكيين والجمهوريين على عهد الرئيس الراحل عبدالله السلال إلى الخروج بالتوافق السياسي العاقل وإنهاء حرب السنوات السابع كما تستدعي الذاكرة ثلاث محطات صراعية عسكرية بين نظامي صنعاء وعدن والتي كان للدبلوماسية الكويتية فضل النجاح في المحطة الأولى على عهد عبدالفتاح اسماعيل وصالح وفي الجنوب ارتقى فرقاء أحدث يناير الدموية لعام 1986 إلى مستوى الحكمة ومن موقع نيوز يمن نطال عبرز ما جاء فيه بن دغر وولد الشيخ المؤشرات الأولى لاتفاق الهدنة تبدو جيدة أما في شأن المتصل تركيا تأمل نجاح المفاوضات اليمنية بالكويت كما عنول الموقع نائب الرئيس طالب الأمم المتحدة بفرض ضغوط أكبر على الإنقلابين لكبح جماحهم وتنفيذ القرارات الدولية تناول الموقع خبر ترحيب فرنسا بوقف إطلاق النار جاء في هذا الخبر رحبت الحكومة الفرنسية بدخول وقف إطلاق النار في اليمن حيز تنفيذ معتابرة إياه خطوة جوهرية قبيل انطلاق محاطثات السلام التي ستستضيفها الكويت الاثنين المقبل وأضاف الموقع وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان أن التزام الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار سيساعد على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة ويتابع الموقع وطالبت باريس جميع الأطراف اليمنية بالمشاركة الفاعلة دون شروط بالمحادثات المرتقبة في دولة الكويت مجددة التأكيد على دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لدفع عملية السلام واهتم موقع التغيير نت بالتطورات السياسية والعسكرية أهمها وزير الإعلام اليمني المرتكز الأساسي لمشاورات الكويت هو التوصل إلى خطة لتنفيذ بنود القرار 2216 وفي محافظة تاعز العميد صادق سرحان المتمردون خرقوا الهدنة ونحن التزمنا بتوجهات القيادة السياسية والعسكرية مع احتفاظنا بحق الرد في عنوان آخر الاشتراكية استنكروا التدخلات في شؤون جامعة صنعاء ويتضمنوا مع منتسبيها وعن خرق الهدنة ركز الموقع على تفاصيل المواجهات في نهم جاء فيه وصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع أو وصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء وقال الناطق باسم المقاومة الشعبية لمحافظة صنعاء عبدالله شندقي إن الميليشيا قصفت مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأوضح الشندقي أن الميليشيا شنت هجوما على جبل الهدياني وذلك في خرق واضح للهدنة ونذهب مشاهدين إلى موقع يمن مونيتور ونستعرض فيه أبرز الأخبار وأشنطن تؤكد دعمها لمفاوضات الكويت واستعادة الدولة في اليمن في عنوان آخر الإمارات تحتجز أو تحجز قضية ضلع فيها 21 يمنيا بتهمة الانضمام للقاعدة سينطق الحكم فيها في مايو القادم كما في عنوان آخر للموقع رئيس جامعة دمار المعين من الحوثيين يقدم استقالته بسبب قضايا فساد ركز الموقع على بيان المشترك للدول الصناعية السبع المرحب بوقف إطلاق النار جاء في هذا الخبر رحب وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى جي سابعة بوقف إطلاق النار في اليمن كما رحبوا بمحاذثات السلام المقررة في دولة الكويت في الثامن عشر من إبريل الجاري وأضاف الموقع جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الوزراء في أعقاب اختتام اجتماعهم الذي انطلقت أعماله في مدينة هورشيمة اليابانية وتابع الموقع في التفاصيل وأكد الوزراء على أهمية الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية لكافة أنحاء اليمن كما نقل البيان عن الوزراء قولهم نجدد التأكيد على دعمنا القوى أو القوي لجهود المبعوثة الأممية الخاص إلى اليمن والرامية إلى إنهاء أعمال العنف وندعو كافة الأطراف المعنية للتفاوض من أجل استئناف عملية الانتقال السياسي هل تكون نهاية الحرب تحت هذا التساؤل كتب صادق ناشر مقالاً عن المفاوضات اليمنية وإمكانية توقف الحرب ويقول الكاتب ربما يتم اليوم كتابة فصل جديد من تاريخ اليمن واليمنيين إذا ما صدقت نوايا الجميع وتم تطبيق وقف إطلاق النار في مختلف جبهات القتال المشتعلة منذ أن سيطر الحثيون على العاصمة صنعاء وما لاحق ذلك من مغامرات عسكرية طائشة باجتياح المناطق الجنوبية من البلاد ومن ثم فتح جبهات قتال في كل مكان التفاؤل يبدو قائماً وإن كان حذراً من خلال التصريحات المعلنة من قبل الأطراف السياسية كافة سواء الشرعية أو خصومها ممن أرادوا السوء بهذا البلد ما يعني أنها المرة الأولى التي يتحدث فيها الجميع بنسبة تفاؤل كبيرة عن إمكانية وقف الحرب على خلاف كل المرات السابقة التي لم تكن الهدى سوى عبارة عن فرص لالتقاط الأنفاس واستمرار الحرب بشكل أكثر دموي ما الذي تغير إذن؟ يمكن القول أن الأطراف السياسية والعسكرية أنهيكت من القتل والتدمير وجرى تدمير البنية التحتية للبلاد التي كانت ضعيفة في الأصل وتشرد ملايون الناس وفقد وظائفهم وممتلكاتهم وارتفعت حالة المعاناة عما كانت عليه قبل سيطرة الحثيين على العاصمة صنعاء خلافاً للشعارات البراقة التي رفعها من المقرر أن تبدأ اليوم سريان هدنة اتفق عليها برعاية من الأمم المتحدة تسبق جولة مفاوضات تحتضنها دولة الكويت بعد أسبوع وتشكلت لجان ميدانية لمراقبة سريانها على أرض الواقع ومن المقرر أن تنتشر في مختلف جبهات القتال خاصة تلك التي تشهد اشتباكات مستمرة إذن مشاهدين ختام جولة الصحفة اليمنية من موقع الصحوانات والذي ركز بدرجة أساسية على الهدنة 45 خرقاً للهدنة من قبل الإنقلابيين في تعز بغية التقدم على الأرض كما عنوان الموقع باندغر مؤشرات الهدنة جيدة وخلوقات الحثيين مستمرة بتعز وفي ذاته شان أيضاً البواء المقدشي وقف إطلاق النار لا زال صامد رغم الخروقات الحوتية وتناول الموقع تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بشأن الهدنة والمباحثات جاء في هذا الخبر أكد وزير الخارجي عبد الملك المخلافي حرص الحكومة على إنجاح هذه المشاورات والالتزام بوقف إطلاق النار وقال الوزير المخلافي الجانب الحكومي مستعد للجولة القادمة من المشاورات ويتعاون بشكل كبير مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ ومع الأسرة الدولية في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الـ 2216 واستكمال العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني إذن مشاهدين سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإستعراض أبرز ما تناولته الصحافة العربية الصادرة اليوم ابقوا معنا أهلا بكم من جديد نذهب الآن مشاهدين في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة الصباح اليوم البداية من صحيفة العربية الجديد والتي عنونت في إحدى صفحاتها عقدت أو عقدة تعز قبل الهدنة وبعدها مدينة تنهض من الركام تقول الصحيفة لم تكت تنضي دقائق على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حتى بدأت ترد المعلومات عن خروقات عدة بدأ أن أغلبها يتركز في محافظة التعز إذ تم تسجيل 12 خرقا في الساعة الأولى للهدنة وتفيد الصحيفة كثرة الخروقات في أول أيام الهدنة في تعز لا يبدو مستغربا بعدما أثبتت المدينة على مدى أشهر الحرب الطويلة أنها أبرز محافظة شكلت استعصاء على الميليشيا بعدما رفضت أن تسلم بالانقلاب وتصف العربي الجديد الحملة العسكرية التي استهدفت تعز بأنها الأشرس لم توفر مدنيها الذين تحولوا اتباعا إلى هدف يومي للميليشيا عبر عمليات قصف عشوائية حولت تعز إلى مدينة من ركام وتواصل الصحيفة حديثها عن المدينة التي قال عنها إنها قادرة على النهوض من بين ركام وهو ما تجلى في أحداث الشهر الماضي بعد كسر الحصار الجزئي إلى صحيفة السياسة الكويتية التي تابعت الخروقات التي تتعرض لها الهدنة وعنوانات الحوادث شملت محافظات تعز ومأرب والجوف وسط تبادل الاتهامات اليمن خروقات ميليشيات المتمردين تهدد وقف إطلاق النار الهش وتقول صحيفة الكويتية دخل وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ إلا أن خروقات كبيرة من قبل المتمردين سجلت في العديد من المحافظات الأمر الذي أثار مخاوف من انهيار الهدنة وأكد رئيس أركان الجيش الموالي للرئيس عبدربو منصور هاد اللواء محمد علي المقدشي صمود ووقف إطلاق النار قائلا إن الهدنة لم تنهر ونأمل أن توقف الميليشيا الاعتداءات وتلتزم بوقف إطلاق النار وأشار إلى أن المتمردين خرقوا الاتفاق خصوصا في محافظات تعز ومأرب شرق صنعاء والجوف وأنقلت الصحيفة الكويتية عن بيان للمجلس العسكري بمحافظة تعز أنه رغم التزام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار منذ بدء سريانه إلى أن الميليشيا الإنقلابية ممثلة بالحوثيين وقوات صالح خرقت الهدنة منذ اللحظة الأولى في كل الجبهات وأشار البيان إلى أن غرفة عملياته سجلت نحو 12 خرقا للميليشيا في الساعة الأولى من سريان الهدنة سجالات إيران وقضايا المنطقة تحت هذا العنوان كتب اللبناني بهاء أبو كروم مقاله في الجريدة الحياة اللندنية ويقول الكاتب في جميع الأحوال تقف إيران أمام مفترق طرق حاسم هذه المرة فالحوار مع العرب يحول دونه الممر الإلزامي بتغيير السلوك كشرط للدخول فيه علما أن الحاجة إليه تتزايد مع تنام الدور الروسي كمنافس على التركة الإيرانية في المنطقة والحوار مع واشنطن أخذ يتباطأ نتيجة عدم حسم الوجهة داخليا إضافة إلى عجز المستوى الدبلوماسي عن رسم خطوط للسياسات الخارجية تتلأم مع دبلوماسية الصواريخ والخيبة الملحوظة من نتائج رفع العقوبات الموضوع لا يقف عند هذا الحد فالمرشد لا يمكنه إهدار منجزات الثورة ولا يقبل المسى بالمنظومة الثقافية الملازمة لها فتلك الأمور ترتبط بالحضور الفاعل لإيران على المستوى الإقليمي لكن نقاشها وحسمها بات من مستوجبات مرحلة ما بعد فيينا وهنا التحدي الذي رهن عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما عمل على تقوية منطق روحاني لحظه على القيام بتحولات داخلية صورة إيران كنموذج يشبه اليابان كانت بداية عند كثر من الغربيين الذين اعتقدوا أن الأمور يمكن أن تتم بهذه البساطة ووحدهم العرب لم يتورطوا بمبالغات من هذا القبيل والخلاصة أن الحوار مع الغرب بعد اتفاق فيينا أصبح قضية إشكالية مثلها مثل الحوار مع العرب وهذا ما يفاقم الحاجة إلى حسم الوجهة داخليا هنا يكمن التحدي فأزمة إيران في الداخل ليست أقل من أزمتها في الخارج وربما يكون على الغرب والعرب معا هذه المرة مساعدة إيران في تنظيم عملية تحولاتها وقد تكون مواجهة الطموحات الإيرانية في المنطقة واحدا من تلك العوامل المساعدة مشاهدين بالتحول إلى صحيفة الخليج والتي عنونت في إحدى موضوعاتها تسجيل 12 خرقا في تعز خلال الساعة الأولى من سريان الهدنة والإنقلابيون يخرقون الهدنة في جبهات العدة وانتشار عناصر الميليشيا بصنعاء نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الساعات الأولى التي عقبت بزء سريان الهدنة شهدت تجاوزات وخروقات ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع مشيرة إلى أنه تم رصد قيام الإنقلابيين بقصف مواقع تمركز قوات اللواء 35 مدرع في شمال غرب تعز بالتزامن مع محاولات مجاميع منهم التسلل مجددا إلى منطقة الضباب وفي جبهة نهم بادر الإنقلابيون إلى استغلال بدء سريان الهدنة بنقل معيدات عسكرية إلى منطقة متاخمة لمنطقة نقيل بن غيلان قبل أن تتصدى لهم قبائل موالية للشرعية وفي موضوع متصل قالت الصحيفة كما نشر الحوثيون أعدادا من مسلحيهم في شوارع صنعاء مع بدء سريان الهدنة في إجراء ترافق مع ظهور لافتات للدوريات التابعة للجماعة والتي انحسر ظهورها خلال الفترة الأخيرة إلى صحيفة عكاذة السعودية والتي عنوانت في إحدى موضوعاتها الحوثيون يشترطون تغييب الحقائق في مشاورات الكويت كشفت مصادر في لجنة المشاورات اليمنية المزمع إجراؤها في الكويت الأسبوع القادم عن اشتراطات للميليشيا الإنقلابية تقضي بمنع الإعلام من تغطية المشاورات وأوضحت المصادر لعكاذ أن الحوثيين اشترطوا على الأمم المتحدة بندًا بمنع الإعلام من الإطلاع على الحقائق ومراقبة وقف إطلاق النار مع اللجنة الفنية المكلفة بذلك إضافة إلى منع أعضاء اللجنة الفنية ولجنة المشاورات من الإدلاء بأي تصريحات ويأتي ذلك في محاولة من الإقلابيين لحجب الحقائق عن الشعب اليمني وتنقل الصحيفة عن أحد الصحفيين المتابعين لسير التفاوض قوله إن الهدف من وضع اشتراطات واستحداث بند يمنع وسائل الإعلام من الإطلاع على نتائج المشاورات وأعضاء اللجنة الفنية أو السياسية من إصدار أي تصريحات إعلامية هو التغطية على أداء الانقلابيين الضعيف والهش والمراوغ في المفاوضات مبينا أنه ليست هذه المرة الأولى التي يشترط الإنقلابيون عدم إبداء أي تصريحات للإعلام بل كان ذلك مطلبا لهم في مشاورات جنيف اثنين بالانتقال مشاهدين إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت إحدى الموضوعات وعلقات يمنيون يضمدون جدران مدنهم بالرسم تقول الصحيفة رغم أجواء الحرب وتعرض بعض رسومهم للطمس والتشويه يواصل رسامو الشارع في اليمن عملهم عبر إطلاق الحملة تلو الأخرى لتزيين جدران المدن وتسجيل نقطة جمال في البلد الذي يشهد منذ أكثر من سنة حربا أهلية وشهدت صنعاء أخيرا وفق الصحيفة حملة رسم مفتوحة سمر ثلاثة أيام شارك فيها رسامون محترفون وهوات من الجنسين من أعمار مختلفة أنجزوا مجموعة من الجداريات جسدت مشاعر مختلطة ومتبينة وتضيف الحياة منذ انطلاق أول حملة غرافيتي يمنية عام 2012 وانتشر الرسم على جدران الشوارع وصارت المشاركة في هذا النوع من حملات الرسم غير مقيدة بشروط ومفتوحة للمحترفين والموهوبين ويؤكد رسامون ومؤسسات مدنية تعرض عدد من الرسوم في الشارع للطمس والتشويه وأفادت رئيسة مؤسسة صوت الثقافية سماح الشغدري بأن أعمال فنية رعتها مؤسستها تعرضت للطمس والتشويه وقالت للحياة إن رسوما تجسد مطربات ورائدات يمنيات رسمت على السور الخارج لمبنى جامع الصنعاء القديم تعرضت للطمس والتشويه على أيدي مجهولين استخدموا الطلاء الأسود وتورد الصحيفة أحد النماذج للطمس فقد تحول شعار السلاح لا يجرب الأمن الذي رسمه معارضون لميليشيا الحوثيين وصالح إلى السلاح يجرب الأمن بعد أن طمس مجهولون يعتقد أنهم من أنصار الميليشيا حرف لا من الشعار الأصلي لم تموت الغزالة لكنها نائمة تحت هذا العنوان كتب ألياس خوري مقاله في صحيفة القدس العربي عن المآس التي يعيشها العربي في موطنه ويقول الكاتب قالت الأم الإيطالية والدة جوليو ريجيني معلقة على حادث اختطاف ابنها وقتله بوحشية في مصر قتلوه كما لو كان مصريا تختصر هذه العبارة واقعنا العربية برمته قتلوه كأنه مصري ففي بلادنا لا حرمة للموت نقتل بالمئات والألوف كأننا لا شيء هذا اللاشيء الذي صار جثثا وملايين من اللاجئين والمشردين أخذنا إلى مادون الحضيد وأعطى المحتلة الإسرائيلية ذريعة لإيصال القتل إلى قار بلا نهاية عبر عملية قتل الموتى بعد موتهم بحيث صارت جثث الشهداء المجمدة في البرادات وسيلة لإذلال أجساد الموتى وقهر أهلهم وهذه حكاية لو رويت ستجعل القارئ يتمنى لو كان أعمى كي لا يرى أو كي يرى بعينيني لا يملكها المبصرون في مسرحية لينا أبيض نوم الغزلان لا نحتاج لحرف التمني الشرطي لو الذي استخدمته الأم الإيطالية الثكلة فنحن الضحايا بلا تورية وحين أستخدم ضمير المتكلم فأنا لا أحيل إلى جمع وهمي مصنوع من متخيل آت من الماضي بل أريد الإشارة إلى أناي التي شعرت في مناخات هذا العرض المسرحي المؤلمة أن عيون الغزلان السورية تصنع مرايا لاحتمالات الحياة الطالعة من شقوق العيون نصف المغمضة في موتها الذي يشبه النوم عرض يحيك خيوط الحاضر بالكلمات والأجساد جاعلا منه تجربة شخصية جعلتني أتماها مع الموت والناجين وأعيش في مهاجع سجن تدمر إذن مشاهدين ختاما نبقى مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نشاهدها سويا وبهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا إلى الملتقى أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة